أعربت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء عن أحرى تعازي وصدق المواساة للحكومة الجزائرية والشعب الجزائري إثر حادثة تحطم مروحية عسكرية خلال مهمة تدريبية يوم أمس الاثنين بولاية تعين الدفلة وأبدت الخارجية الأردنية في رسالة تعزية نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر تعاطفها مع الجزائر بهذا الحادث الأليم معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وأعلنت وزارة الدفاع الوطني أمس تحطم مروحية خلال مهمة تدريبية مبرمجة بضواحي العطاف بولاية تعين الدفلة بناحية العسكرية الأولى وأصفر عن هذا الحادث الأليم عن استشهاد طاقم المروحية العقيدة مناري مراد الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوعة وسماء رحم الله الضحايا